اسمح لنا في البداية نمر على الزملاء في عدة مناطق طبعا الزميل كريم رجب ينضم إلينا بداية من الدقاهلية نتعرف على الأجواء هناك مساء الخير يا كريم وطبعا أحب أن أرحب بالزميل علاء محمد من كفر الشيخ وزميلة شيرين مجدي من القليوبية لأبدأ معك كريم وطبعا نحب أن نعرف ما هي الملامح المميزة لهذا اليوم الانتخابي نعم دين يعني اليوم الانتخابي يعد واليوم الأخير في هذه الجولة هي جولة الإعادة ومحافظة الدقاهلية بتشهد سخونة فيها المنافسة نظرا لأن جميع المقاعد البرلمانية المخصصة في النظام الفردية يتم الإعادة والتنافس عليها في جولة الإعادة وهي عدد المقاعد هنا يبلغ نحو 21 مقاعدا يتم التنافس عليها من خلال 22 مرشحا منهم نحو 17 مرشحا حزبيا و25 مرشح من المستقلين وبالتالي هذا الأمر يزيد من سخونة المنافسة هنا نظرا لأن تعتبر جميع الحظوظ متساوية والفرص متساوية بالنسبة لجميع المرشحين خاصة أن فارق الأصوات في الجولة الأولى لم يكن كبير بين المرشحين في هذه الجولة أيضا جميع المرشحين لجأوا إلى التحالفات والبعض لجأ للقواعد الحزبية وحتى يتم الأصول إلى الناخبين في الأماكن المختلفة ومن ثم ضمان الحصول على مزيد من الأصوات التي ترجح كفة كل مرشح في الحصول على المقعد البرلماني وبالتالي هذا الأمر زاد من صعوبة المنافسة في هذه المحافظة وبالتالي كان من الصعب التكهم بمن سيفوز بالمقعد البرلماني في محافظة الدقالية في هذه المنافسة الانتخابية وبالتالي جميع الوسائل تم اللجوء إليها سواء مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة مع حظر إقامة المؤتمرات الانتخابية خلال الفترة الماضية وكذلك أيضا جائحة كورونا التي حدت من هذا الأمر بالإضافة أيضا إلى التواصل مع كبار العائلات والتربطات وإن كانت البرامج الانتخابية قد يكون لها دور كبير ولكن لا غنى أيضا عن التربطات مع كبار العائلات خاصة في القرى والأريافة التي يجب بها قطلة صوتية كبيرة وهذه هي التركيبة الاجتماعية هنا في محافظة الدقالية إذن نحن في انتظار اللحظات الأخيرة لهذا اليوم والتي شهدت إقبال كثير من جانب الناخبين خاصة أن معظم الناخبين يفضلون التصويت في هذه اللحظات وعادة ما شهدنا اللحظات الأخيرة أو الساعات الأخيرة من جولة الإعادة تشهد زخم كبير في حضور الناخبين من مختلف الفئات سواء من الكبار أو الشباب وكذلك السيدات والرجال فجميع الفئات رأيناها خلال هذا اليوم وخلال هذه اللحظات تحديدا التي شهدت إقبال كثيف عما كانت ذي قبل سواء في يوم أمس أو حتى في النصف الأول من هذا اليوم أيضا المشهد في القرى قد يبدو مختلفا تماما عن المدن ففي القرى التي ينتمي لها المرشحون إقبال كثيفة وطوبير أمام مقار الإقتراع فالكل يسعى لترجيح كفة مرشح الذي ينتمي إلى موطنه وبالتالي نزل الناخبون في هذه اللحظات من أجل ترجيح كفة مرشحهم كفة مرشحهم في هذه الجولة إليك دينا شكرا لك يا كريم